عملية تدعيم مبنى كريمة في منطقة أبي سمراء بدأت أخيرا تدعيم لم يأتي إلا بعد أكثر من عشرين يوما على خروج السكان من بيوتهم خوفا من نهيار المبنى المتصدع على رؤوسهم البناء بحالة توازن غير ثابت يعني توازن ممكن بأي لحظة يختل ويقلب المبنى شغلنا نجمد الحركة تبع المبنى نسبت المبنى التصدع في أعمدة المبنى كان نتيجة ثقل إضافي عليها سببه بناء غير شرعي لطابقين إضافيين بناهما أحد المقيمين في المبنى وتقدمنا بشكوى وتحولت على البلدي بلدي ترابلوس بلدي ترابلوس ما بعرف شو الإجراء اللي عملته بصراحة سوى أنه نحن اللي شفناه أنه خلص البناء مشكلة المخالفة زادتها أساسات البناء الركيكة التي لم تبنى بشكل صحيح بحسب المهندس غلييني وكانت قد وافقت بلدي ترابلوس على صرف مبلغ 200 مليون ليرا على نفقتها لتمويل مرحلة التثبيت والتدعيم الأولية وهي عبارة عن تدعيم مؤقت يستمر حوالي أربعة أسابيع وسيسمح التدعيم الأولي بتأمين دخول سليم للسكان لإخراج مفروشاتهم وللمهندسين بمعينة المبنى من الداخل ليتمكنوا من تقرير مصيره مصير قد يقتصر على إزالة الطابقين المخالفين من دون إعادة بناء كاملة للمبنى خطر انهيار المبنى يهدد الشارع بكامله والغريب العجيب أنه عند وجودنا هناك غابت شرطة البلدية عن النظر رغم توصية غلايين بمنع وجود السكان في الشارع خلال فترة التدعيم